مبارح كريم فؤاد لأب بدلاً من علي معلول المكبارات الزهبي يعتبر لأبçaً علي معلول كبالcoins أختبر بعضداً كريم فؤاد�� عوّد علي معلول في الجزء الدفاعي، مليون بالمائة لكن نادي الأهلي يفتقد علي معلول في شيء مؤمن جداً و هي können إرسال الكراتة العرضية سواء في كرات السبت أو المتحركة الناس كتير كان بتتكلمßen، مبارح و في وجود علي معلول في الجزء الهجومي على الأقل نادي الأهلي كان في مشاكل دفاعية في وقفاتهم التراجع على مستوى الدفاعي كبينة وظهر الناس كلها من أول مقرات التراجع بما فيهم حتى مواتشين بتواصل دولت فتأثير عن المعلوم أنا كنت شايفهم بارح في كرات السابتة لو جبنا الأرقام حتى بتاعة الكرات السابتة مبارح والكرات العرضية بتاعة النادي الأهلي هي كرة واحدة اللي نجح فيها هي كرة الهدف فأنت يجيلك تقريباً 8 كورنر في المباراة أو 8 كرات السابتة في المباراة بتنجح في كرة واحدة في إرسالها أنها توصل بشكل صحيح ويجي منها هدف في وقت كتير كان عندك حلول اللي أنت كنت طول الفترة اللي فاتت على المستوى المحلي بتوجد حلول في كرات السابتة يمكن دي كرة الهدف لو بسيطة يا كريم دي المرة الوحيدة للأهلي نجح فيها أنه يبعد الكرة عن أخطر ثلاثة في كرات السابتة اللي هو رودريجو اللي واقف على القايم الأول وورا توجاي وبعد ياسين مرياح دول الثلاثة دائما هو عارف أن ميزة النادي الأهلي في كرة بتلعب على القريبة أنه دائما الكرة بتلعب لمحمد عبد المنعب اللي بيأخذ الخطوة وهتلاح هنا عم منع بيسرق اللي الثلاثة مدافعين يا كريم أو الثلاثة تعبت تراجي اللي طبعا سايبين السطارة ومعاملين السطارة وراء بعض وسببها لعب تلقى اللي يتحركوا بحريتهم عشان هم يتحركوا بعد كده مع الكرة عم منع خضف عن المدفاع كله الثلاثة اللي تلعب يوم لقدام عسنة لعبة القريبة اتلعبت على البعيد الرم ربيعة دي كانت زكاء في التنفيذ من حسين الشاحات والتحرك بتاع رم ربيعة اللي انت خدعت أكتر تلات لعيبة مميزة موجودة في فرط التراجي ياسيم مرياح وتوجاي وبعد كده رودريجو ولعبتها على أكتر أو أقل تلات لعيبة ممكن لعبوا بالكرة بعد كده بالهد ونجح رم ربيعة وكرم توفيق كمان اللي خد الحارس بصبت حتة اللي انت تمنع الحارس وان يطلع يتعامل مع قرات العرضية وطبعا امانا لو مش احنا كنا اتكلمنا عنه ان عنده مشاكل في القرات العرضية بشكل كبير دي ممكن الكرة واحدة اللي نجح في النادي الاهلي بعد كده مشاكل كتير واجهة النادي الاهلي في تنفيذ القرات السابتة كل القرات اللي لعبها بيرسي تاو بعد كده في الكورنر أو في الفاولات كان دايما بتلعب على العرض القريبة ودايما كان بنجح في لعبة التراجي انه كان موقف اهم ثلاثة عيبة عنده على العرض القريبة وطبعا الاهلي ما نجحش بعد كده طبعا دي النقطة اللي قدر الاهلي او فقد فيها الاهلي ميزة تعلم على الول نعظم